قدم رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري مقترحاً لتشكيل حكومة تضم 24 وزيراً لا ينتمون لأحزاب سياسية للرئيس مشيل عون في محاولة جديدة لتشكيل حكومة وسط أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ البلاد وفي محاولة لإنهاء ما يقرب من تسعة أشهر من الجمود ووقف الانهيار الاقتصادي قال الحريري بعد اجتماعه مع عون إن الحكومة بإمكانها النهوضة بالبلد والبدأ بالعمل جدياً لوقف الانهيار وعلى مدار نحو تسعة أشهر تحول خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان الدياب والتي استقالت بعد أيام من الانفجار في مرفأ بيروت وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه ومن ضمنه ميليشي حزب الله على الثلث المعطل وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة ومنذ أواخر عام 2019 يرزخ لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه فضلاً عن نقص شديد في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغدائية وخلال زيارته لبيروت عقباً فيجار المرفأ طرح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين تجري إصلاحات مصرفية واقتصادية بينما أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع حزيران الماضي مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً دون ثلث معطل لأي كان ويتزامن هذا التحرك السياسي مع إعلان صندوق النقد الدولي تخصيص 860 مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية في لبنان الأمر الذي اعتبره مراقبون بارقة أمل في مسيرة نهوض لبنان مجدداً من أزماته الكثيرة والكبيرة اشتركوا في القناة